بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن سجود السهو وذكرنا أن من أسباب سجود السهو النقص في الصلاة وذكرنا أن هناك حالة الحالة الأولى نقص الركن وانتهينا من هذا فيما سبق والآن نتحدث عن الحالة الثانية وهي نقص الواجبات الواجبات في الصلاة مثل التشهد الأول قول سبحان ربي العظيم في الرقوع وقول سبحان ربي العلم في السجود وقال رب اغفر لي بين السجدين هذه كلها من الواجبات فنضرب مثال لو نسي التشهد الأول ونهض هل يلزمه الرجوع وما الذي يجب عليه هنا أحوال أن ينتصب القائم من التشهد الأول أن ينتصب قائما أو أنه لم ينتصب لم يصل إلى أنه يقف الحالة الثالثة أنه شرع في القراءة في الركعة الثالثة والحالة الرابع أنه هم أن يتحرك من مكانه لكنه لم يتحرك لم يقوم كاد أن ينهض لكنه لم ينهض فهذه أربع أحوال فصار الرجوع إما أن يكون محرما أو مكروها أو واجبا أو مسكوت عنه فالمحرم أنه إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأول وعليه سجود السهل ولو رجع مع علمه بذلك بطلة صلاةه لأنه تعمد الرجوع والرجوع إفساد للصلاة أما الحالة الثانية كونه مكروه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة قالوا يكره ولو رجع قبل أن يشرع في القراءة لم تبطل صلاةه لكن ذلك مكروه وقال بعض العلماء بل يحرم فهو كالقول بمن شرع في القراءة لماذا؟ قالوا لأنه انفصل عن محلة التشهد تماما قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا أقرب إلى الصواب والواجب إذا لم يستتم قائما إنما نهضا ولكن لم يصل إلى درجة أنه أصبح واقفا في أثناء قيامه وتكبيره وأنهوضه ذكر أو تذكر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ويكمل التشهد ثم يسجد سجود السهل بعد أن ينهي صلاته المسكوت عنه أن يذكر قبل أن ينهض أن يذكر أنه ترك التشهد قبل أن ينهض وقبل أن يتحرك من مكانه وقبل أن تفارق فخذاه ساقيه أو تفارق رقبته الأرض فحينئذ يرجع ويستقر ويأتي بالتشهد وليس عليه في هذه الحالة سجود سهل ثالثا من أسباب سجود السهل الشك والشك هو تساوي الاحتمالات والشك له صور الصور الأولى الشك في عدد الركعات إما بالنقص وإما بالزيادة فإذا شك في النقص أنه نقص من صلاته فإنه يبني على ما تيقن أنه صلى ويكمل الباقي فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية فالمتيقد أنه صلى ثلاثا فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد سجود السهل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وكذلك في الزيادة لو شك هل زاد في صلاته صلى أربعا في الرباعية لكنه شك أنه زاد الخامسة فهنا قالوا يلزمه السجود السهل لهذه الزيادة التي هي مشكوك فيها الصورة الثانية الشك في ترك الأركان أو ترك الواجبات أولا الشك في ترك الأركان من شك في ترك ركن فهو كمن لم يفعله لأن الأصل عدم فعله فإذا شكها الركعة أو سجد أو قرأ الفاتحة فالأصل أنه لم يأتي به وعلى هذا فإنه يأتي بهذا الركن ويكمل ما بعد ذلك ويسجد للسهل ثانيا الشك في ترك الواجب الشك أنه لم يقول في السجود سبحان ربي الأعلى أو لم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم فهنا قال العلماء في هذه المسألة قولان القول الأول أن الشك في ترك الواجب كتركه مثلا مثل الركوع وعليه أن يستجد السهل فقط ولا يأتي به من شك في ترك الواجب فك أنه لم يأتي به وعليه سجود السهل لأنه شك في فعله والأصل عدم الفعل لكنه لا يأتي بالواجب وإنما يجبر الواجب سجود السهل والقول الثاني قالوا لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد والأصل أنه عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود وهذا هو المذهب الحنبلي مسألة قالوا لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه يعني هل المأموم يسجد خلافا للإمام أم لا بد أن يسجد يتابع الإمام في سجود السهل المأموم قالوا يلزمه سجود السهل تبعا لإمامه وهذا عام يشمل السجود للشك والسجود للزيادة والسجود للنقص واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كان سجود تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سهل المأموم أو لم يسهل فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابع يعني لو أن الإمام في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة لم يقرأ الفاتحة ثم تذكر بعد ذلك فقام وأتى بركعة وسجد سجد السهل المأموم قرأ الفاتحة لكنه يتابع إمامه فيجب عليه أن يسجد مع إمامه حتى ولو لم يكن هو فعل السهل في الصلاة مثال آخر ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود والمأموم لا يعلم لأن الإمام لا يسبح جهرا فلما أراد أن يسلم سجد السجدتين لما ترك هذا الواجب فالمأموم لم يتوق شيئا أتى بالواجبات وقال سبحان ربي الأعلى لكن يجب أن يسجد تبعا لسجود إمامه هذا والله أعلم وأحكم